ان شاء الله من كم يوم كان معنا الرئيس نادي اسلون فيلا واقال ان في اربع لعبين اه من مصر جم فترة معايشة في الى تحت سبعتاشر سنة في اسلون فيلا بصراحة مكنش عارف مين وقتها بس عرفت بعد نهاية الحلقة ان الاربعة من نادي اه زد زد عندنا عبد المنعم حارس المرمى وعمر خضر اه ومروان وعكاشا نقول الاربعة اه نقول اللي راحوا اسلون فيلا عاملوا معايشة لمدة اه 8 يام مهم وكنت انا ساعة اه كنت في الفترة دي انا مع فعلة افين وعشرة في دبي اه والنهاردة اه جم قاعدوا معايا اللي هم كانوا مجونين معاهم في السفر وامبسطين منهم جدا 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 فوق ما تتخيل الله اداء عالي جدا وآآ سعداء بالاضافة كمان الى محمد هيسم محترف اه 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 ده موليد الفين وسبعة اه يعني اللي راحوا دول الفين وستة اه محمد دي ساعة مالفين وسبعة اه وراح طرف اه اجراءاته خلصت كلها وراح طرف اه اه في بيتوريا البرتغالي راح من شهر اه عاشرة او عداشر طب ده حلو جدا وانا ده اللي احنا ده ايوم نتكلم عليه ما هو ده انا عايز انا عايز واحد من بدر كده يحتالع وياخد الطريق من اوله اه هو ده اللي شغالينا عدي بصير دي سياسة النادي هايل دي سياسة الاربعة اللي راحوا اسلون فيلا معايشة دول بقى انتم بتختاروه مع الاعساسية هم الافضل هم الاحسن مراكز معينة لا لا يعني هم اه الشامع المضيئة دلوقت في هزا المرحلة السنية اه وانا عندي تاني في الفين وستة عندي حوالي برضو ستة لعيبة اه بس هي المرحلة دي اربعة اربعة مرحلة الجاية يطلع ومرحلة الجاية عمار سنية مختلفة انا عندي الفين وثمانية عندي الفين وسبعة الفين وستة هم مميزين جدا